سلام المسيح مشاهدين الأحباء برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا بجميع من يشاهدون على كل صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك انتوا دلوقتي بتشاهدون على الفيسبوك مباشر سلام ونعمة الرب مع جميعكم حلقة النهاردة هتكون بعنوان الحمد لله على نعمة الإسلام أنا طبعا مش بقرر ده أنا بحط لكم اسم الحلقة ده النهاردة ورا علامات استفهام كثيرة لماذا يقول المسلم الحمد لله على نعمة الإسلام في الحلقة دي هنناقش ماذا تعني بنعمة الإسلام لما تقول لي الحمد لله على نعمة الإسلام قل لي انت ايه اللي تقصده بنعمة الإسلام الشيخ بيقولوا حاجة وانتوا بتقولوا حاجة وحنا فاهمين حاجة وحنشوف النقطة التانية لماذا تتبع تتبع أسماء الصحابة برضي الله عنهم وأرضاه أو حتى رضي الله عنهم بس عمرك شفت الحكاية دي تتكلم على حد من من الصحابة يقول لك عمر رضي الله عنه وأرضاه فلان رضي الله عنه وأرضاه بس ده ايه خاص بالصحابة طيب النقطة التالتة اللي هنقشها النهاردة هو يعني ايه صلى الله عليه وسلم تقول محمد يقولك صلى الله عليه وسلم تقول النبي لازم تقول عليها فضل الصلاة والسلام يعني ايه في حاجات لازم تتبع برد معين من المسلم زي كده يعدس تقوله يرحمكم الله دي النبي يقولك صلى الله عليه وسلم فيه نقطة تانية بقى النقطة التالتة الرابعة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي حاجة جديدة عليها شفاية مسلمة وأفتخر بتفتخر بماذا مسلمة وأفتخر كون واحدة ست تقول كده فيها تساؤل كبير ويعني لازم نفكر شوية في اللي احنا بنقول كتير مننا سمع العبارات دي بتتكرر كتير وبعضها يمكن انتوا نفسكوا استخدموها استخدمتموها أو بتستخدموها كل يوم بالنسبة لي أنا كمسلمة سابقة في عبارات من العبارات دي غريبة علي لفظا ولكن ليس في المعنى أنا فاهمة يعني ايه لما تقول مثلا مسلمة وأفتخر لكن التركيبة ما كانتش على أيامي بصراحة ما كانش في حد في أيامي بيقول أنا مسلمة وأفتخر لكن مثلا أو مثلا عنوان حلقة النهار دا الحمد لله على نعمة الإسلام أنا عمري ما قلت كده لا العبارة دي ولا العبارة دي لكن يمكن يمكن بعض العبارات دي عبارات دفاعية لما تبقى ما عندكش حاجة تقولها المسلم بيردد الحاجات دي لما يكون عاوز يدافع عن دينه مثلا أو مش قادر يدافع على الأقل فا وأعتقد أنه دا كتر قوي الأيام دي بعد ظهور كل المشاكل اللي في الإسلام ففي الآخر لما ما يعرفش يرد يقولك إيه الحمد لله على نعمة الإسلام أو أنا مسلم وأفتخر أو أنا مسلمة وأفتخر في فيديوهات على فكرة على الإنترنت معمولة عن على حكاية مسلم وأفتخر دي عاملين مثلا أغاني وأنشيد وحاجات زي كده بعنوان مسلم وأفتخر ولما تيجي تنقيها كده وتشوف ما حبيتش حطها بصراحة لأنه يعني طويلة يعني هنتكلم فيها مش محتاجين نحط الكلام ده لكن ده حطوا بس الكلمة دي هتلاقوا أنه أنا مسلم وأفتخر دا دايما مرتبط بأنك أحسن من غيرك أو مثلا فيه برنامج معمول اسمه مسلم وأفتخر بيجيب الناس اللي بتعبد البقر وبتعبد مش عارف يقولي حرام بس أنا مسلم وأفتخر قدمت إيه بقى للبشرية؟ مش عارف لكن فيه كتير برضو من الأمور اللي إحنا بنرددها ونكررها أو كنا أو تعودنا نقول أقوال وأفعال نشأنا نسمعها من أهلنا أو في مجتمعنا المجتمع بيرددها فرددناها من غير تفكير أو أوامر دينية اعتبرناها فرود فرددناها كعادة أقفي اسألي نفسك الكلام اللي بتقوليه النهاردة ده الكلام اللي بترد دي أنت فاهمة معناه ولا لأ حقف هنا قبل ما أكمل فكرتي عايز أقولكم فكرة عامة اتعلمتها أنا ك يعني بعد قضاء وقت في الصلاة وفي فهم كلمة الله وفي الجلوس أمام الله علشان أفهم العالم بيعلم حاجة والله في الكتاب المقدس بيعلم حاجة تانية خالص لكن في حاجات ساعات بتبقى شكلها ومنطقها معقول وكويس لكن باطنها سيء العالم ممكن يقولك عيش حياتك لكن الرب بيقولك في الكتاب اعطي حياتك للغير اعطي حياتك لله العالم يقولك اعتني بنفسك أولا لكن الرب بيقولك اعتني بغيرك أنا أعتني بيك مش معنى كده أنك ما تعتنيش بنفسك لكن المفهوم الروحي دايما يقولك إيه أحب لقريبك ما تحب لنفسك فكر في قريبك الأول فلو حبيت قريبك كما تحب نفسك هتلاقي نفسك بتديله الأول من غير أي حاجة لأن الله بيغضق عليك من غير حاجة ففي حاجات وإحنا بنرددها كده ممكن تكون شكلها كويس لكن باطنها سيء وباطنها ممكن يسيء لله وده اللي أنا عايز أركز عليه النهاردة هل ما نقوله يسيء لله يعطي لله كرامة يعرفك أو يقربك بالله أكتر أم لا ده هدفنا عموما فأرجع كمل بقى فكرتي إحنا بيبقى عندنا ساعات نفتكر إنه فيه أوامر اعتبرناها فروض فرددناها كعادة اللي بعنيه هنا إننا أحيانا نردد الكلام لإننا اتعلمنا كده وأحيانا أخرى بنردد الكلام علشان نحمي نفسنا خوف من غضب هذا الإله يعني أنا أفتكر إنه لما كان يذكر النبي وهتشوفها دلوقتي بشوفها بتتكرر في مواقع البرامج العامة اللي في القنوات العربية لو حد قال رسول الله وإنت ما قلتش صلى الله عليه وسلم تبقى كافر ممكن تبقى متعالي يتحسب لك زنب أنا كدت جديت يتعلمني كده أول ما تسمعي اسم النبي أو ذكره لازم تصلي عليه ليه؟ علشان ربنا ما يزعلش منك هو حقيقة يمكن يكون فيها تأويل شوية هي كدت بتعلمني كده لكن بقى المسألة فيها خوف بالنسبة لي لو ما قلتش كده أنا لو ما اعتبرتش النبي يبقى ربنا يزعل مني لأنه وضع في نفس المقاو اللي بدعوكم ليه النهاردة هو إنك وإنك تقفوا وتفكروا قبل أن تتكلم وزي ما بنعلم كده أولادنا وزي ما علمونا أهلنا بس يعني دي نقرأ ودي نقرأ الأخرى لما نيجي نتعلم وإحنا بنتكلم مع أهلنا يقول لك فكر قبل ما تتكلم أو تختار فكر لكن عند الدين يقول لك ما تفكرش ردد وبس قول وخلاص طيع وخلاص لكن على فكرة ربنا في الكتاب المقدس بيقول لك فكر قبل ما تتكلم افهم الأمور ميز الأرواح ميز ما تقول ميز ما هو من روحي وما هو من الشرير فأنا عايز أقول لكم النهاردة اسألوا ربنا إنه يديكم تمييز روحي فكر قبل ما تتكلم أو تختار أو تردد شيء أنت مش فهمه وكمان مش فهم عواقبه ومعانيه وأصوله لأنه أحيانا كثيرة بنردد أشياء لو بحثنا في معانيها هتلاقي إننا الحقيقة لا توافق اللي احنا بنقوله ولا اللي احنا عايزين نقدمه عن نفسنا أو نلاقي إنه الحقيقة الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا نفسنا مش موافقين عليه أو مش عايزين نعضب لو فكرنا بس شوي فهبتدي معاكم ببحث عبارة بتتردد كثيرا هي عبارة الحمد لله على نعمة الإسلام أولا هي ايه نعمة الإسلام دي خليني أعرض لكم الأمور دي أعرض عليكم بعض الأمور دي من وجهة نظر الشيوخ والفقهاء والعامة لما يشرح الشيوخ معاني نعم الإسلام لازم تلاقي الدباجة دي على الأقل يعني اللي انا هقولها لكم دي في موقع صيد الفوائد بيقول كده فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى ليلة ونهار على تلك النعمة الكبرى والمنة العظيمة إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق فهو دائم الشكر على النعمة الإسلام لما لهذا الدين من خصائص وفضائل منها يبقى كذا الدباجة دي على فكرة اللي أنا قلتها لكم دي دباجة محفوظة شفتها يعني هي مكتوبة على موقع صيد الفوائد كمقدمة الكاتب الشيخ اللي بيرد بيعمل مقدمة لإيه خصائص وفضائل هذا الدين اللي لازم طول ما انت قاعد تقول عليه الحمد لله على نعمة الإسلام فتاخد سواب لكن الحقيقة إنه الدباجة دي بيقولوها الشيخ كثير جدا حط على اليوتيوب كده الحمد لله على نعمة الإسلام هتلاقيه نفس التكرار أنه النعمة والمعاني والمنان ويعود يقولك بقى كلام كبير كده من وفضائل وكلام لكن في الآخر إيه يا بقى أيها فندم يعني فهمني إيه يا بقى إن الإسلام هو الدين الذي رضي الله رضي الله تعالى لعباده دي من خصائص وفضائل الإسلام طيب يعني لو قفت بس عند العبارة دي قبل ما تقول كده الحمد لله على نعمة الإسلام ما عايزك تفهم حاجة إن العبارة دي هتلخبطك جدا لو فكرت فيها شوية إن الله من فكر الإسلام ينزلك ثلاث أربع طرق وبعدين ييجي في الآخر يقولك إيه إلغي دول بقى تعالى هنا طب واللي قبله يا عم طب وبقيت الأنبياء طب وبقيت الأفكار طبعا الكلام ده مش حقيقي على فكرة لأنه الله ما كانش دي خطته أبدا وما كانش فيه ثلاث أديان أو الوحي السماوي والأديان الإبراهيمية الدين الإسلامي هو دين من صنيعة الإنسان أسفل أوكي فالكلام ده مش حقيقي لأنه لو الكلام ده حقيقي إحنا هنا بنوهين شخص الله بنقول أنه الله عايز يلخبط عباده لما تقول أنه من خصائص وفضاء للإسلام أنه دين التوحيد طب أنا أسأل حضرتك سؤال هتقول الحمد لله عن نعمة الإسلام في الموضوع ده ليه لأنه في اليهودية الله واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد وفي المسيحية الرب إلهك إله واحد لأنهم إله واحد اللي اتنين لأنه ما تكلم به الله في لشعب إسرائيل هو اللي في الآخر وصلنا لوجود المسيح اللي هو إله واحد برضو إله واحد ده يعني المسيحية ما فيهاش ثلاثة إليها أبدا فأنت قدمت إيه لما تيه تقولنه من خصائم الإسلام كذا والحمد لله على نعمة الإسلام لأ دي شلها مش موجودة ولما تقول إنه من خصائص الإسلام إنه دين وسطي وسطي دي بقى هي يعني دواخيني يا لامونة فهو دين وسطي علشان بيختار يعني أوسط الأمور طب أنت بتختار أوسط الأمور لكن ناتج ما تعطي هو إرهاب وتمييز وعنصرية وميجي يقولك بقى إنه دين العدل لا أسف ما تقدرش تقول عليه دين العدل والمساواة وتقول الحمد لله على الموضوع دي لأنه هذا الإله نفسه هو من يميز بين الناس هو من لم يمنع الرق هو من ميز بين الحر والعبد فين المساواة إزاي تقدر تقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللي فرقت بينك وبين شخص زي وزيك لأنه بقى عبد أو اللي فرقت بيني وبين امرأة زيي لأنه حضرتك قررت إنك تأثرها وتعملها جارية وتبيعها بخمسين دولار يجوز ولا لا يجوز يجوز حسب التشريع الإسلام ولا واحد يقدر يقولك إنه ده لا يجوز الفكرة في الموضوع إن دي دباجة يافطة كلام مرسي وهنا لازم أقف وقول لكم إنه في حياتنا كتير من اليافطات الجميلة وحتى هكلم هنا المسيحيين والمؤمنين بيقولوا يسمها لافتات يافطة لافتة يعني عنوان كبير ماشي أنا هنا هكلم المؤمن المسيحي واللي لا يعرف الله خالص والإنسان المسلم عايز أقولك إنه عندما نضع عنوين كبيرة ولا نعيشها ولا نحياها يعني مثلا لو أخدت آية من الكتاب المقدس وقلت كده موظم البيوت المسيحية موجود فيها أما أنا وبيتي فنخدم الرب أنا عايز أسألك واسألك النهار ده هل أنت وبيتك فعلا بتخدمه الرب هل هدف حياتك وبيتك وبيتك إنك تخدمه الرب لو كنت حتى لو كنت حتى يفطة مسيحية لا تعايشيها شليها كده وحطيها قدام الرب وقولي له يا رب أعلمني أعيشها إزاي إزاي عيشت خدمتك إزاي أقدر أقول زي ما داود قال قلبا نقيا اخلق فيها الله معظم بيوتنا فيها دي وروحا مستقيما نجدده في أحشاي هل الله بيعطيك وبيعطيكم قلوب نقية بالجلوس أمامه وفهمه خطته ولا لا عند المسلمين كمان كلام مرسل زي كده يفطة بس ولكن إن لم تفهم معنى هذه اليفطة اللي انت حاطتها يعني مثلا منها لما تقول إن الدين عند الله الإسلام إنت كده بتشاور على كل اللي حواليك وتدنهم من غير ما أنت تبقى فيها أنت بتقول إيه وشوف دا تأثيره على مفهومك إيه للناس اللي حواليك ولو مثلا كنت بتتكلم عن أو مثلا حاطت الآية اللي بتتكلم عن إنك لا تهدي من أحببت ولا لكم دينكم ولي دين والكلام دا كله وانت عارف إنه الآية دي منسوخة مثلا وإنه غير معمول بيها انت بس حاطتها لأنها آية قرآنية وانت متعلم كده وانت متعلمة كده إنه معاني هذه الآيات القرآنية ليس لها عمل في حياتك فلازم نفهم إحنا بنختار إيه أنا عايزة أوريكم فيديو الشيخ رسلان هو شيخ يعني سني سالفي مشهور فخلينا نشوف الفيديو دا هو بيتكلم الفيديو عنوانه الحمد لله على نعمة الإسلام هو بيقولك ليه بقى الحمد لله تفضل الذين ألعب الله عليهم بأن يولدوا لأبوين مسلمين لم يسألوا الله الإسلام وإنما أنعم الله عليهم بأن جعلهم مسلمين من أبوين مسلمين في بيئة مسلمة هذه ممة عظيمة جدا فكمنا الناس من مليارات البشر في قباخ الأرض لا يعرفون لا يعرفون قدر هذه النعمة العظيمة ونعمة الإسلام العظيم لم ينعم عليهم بالإسلام العظيم لددها قد يهديهم الله رب العالمين للإسلام وينعم الله به عليهم ولكن أنت أنعم الله عليك بدينه وجعلك من المسلمين يعني الكلام ممكن يبقى شكله عادي بس الحقيقة أنه مخيف لما تقول أنه من نعم الإسلام أنه الله أنعم عليك أنت كإنسان أنك تتولد من أبوين مسلمين كم من الناس لم ينعم عليهم الله بذلك مش كده مش نقدر ده السؤال على طول يمكن تصادف أن حد يروح يقولهم يمكن بعدين ويقوله يعني ماذا عنك أنت الحقيقة أنه أنت اتولدت في بقعة من الأرض فرد عليك أن تكون مسلم دي مش نعمة ده فرد النعمة لا تفرد النعمة تقبل فأنت اتولدت من أبوين مسلمين وليس ليك أي دخل في أنك مسلم بس للأسف لا أنت ولا أبائك ولا أجدادك ولا أجداد أجدادك اخترتوا الإسلام زي كده أنا ما اخترتش الإسلام ولا جدود 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 يختاروا الإسلام هم أجبروا على الإسلام ولو كان حتى في واحد منهم اختار بشبه يعني موافقة فالباقي لم يختار يعني ده بالمصري إحنا لما نقول كده يعني كلام الشيخ ده اسمه زي ايه تمويه أو ضحك على الدقون بصراحة لما نقول لحد أنه أنا أنعمت عليك بنعمة فردت عليك ولو خرجت من إيدك أو خرجت عنها نتبحك أو نقطعك من عيلتك أو نسجنك أو بقى على حسب على حسب يعني على حسب أنت فين في أي بقعة من الأرض أو تطارد في الأرض بس إيه دي نعمة جميلة هي مفروضة عليك وأنا بقى أسمع الشيخ ده جاء في ذهني حاجة أما مثلا أنت روح أوتيل في بلد في فندق وتيجي عند الريسيبشن ما تبقاش عارف ما شفتش صور للفندق مثلا ما انتش عارف أوتيل ده الوحيد وعايز تلاقي أوضة فتروح مدي الشخص اللي بيحجز لك ده يعني إرشين كده فيقول لك ده أنا حديك أحسن أوضة في الفندق قول يعني ما دخلهاش إلا للناس الـ VIP بس بس أنت ممنوع أنك تشوف الأوضة التانية هي الأوضة دي وبس وكمان ما تخرجش منها أنت هتعرف منين أن كلامه صح في مشكلة في هذا الإله اللي بيهمك أنه بيمنحك أو منحك شيء ما حصلش هو بيخادع الناس والحقيقة أنه ده المسألة زي إيه اتنصب لك فخ هتطلع الأوضة تلاقيها يعني مليانة حشرات بقى مش مليانة هو ده الـ VIP اللي أنت هتعيشه فمن يولد لأبوين مسلمين من نفس الحكاية اللي بيتولد في السعودية أو في مصر أو في نفس الحكاية أنت لم تختار ولو كان النقطة التانية بقى لو كان كلامه صح فهو مش عادل وأنت بلا إرادة وتابع فقط بلا فعل وهو ده اللي أنا فهمته عن نفسي عندما وقفت أمام الله لقيت أنه أنا فرض علي شيء أنا مش فهمه ومش عايزاه وعرفت أنه مش حقيقي فاخترت أني يكون لإرادة واخترت أني أتبع المسيح بإرادتي لأنه الله لا يفرض عليك الله بيختارك على فكرة هناك فكرة في موضوع الاختيار أنه الله بيختار الإنسان فهو مش بيختار ناس وناس لأ العدل الإلهي بيقول أنه المسيح جي للكل مات عن الكل ولكن أنت عليك أنك تقبل أو لا ففكر النهاردة وفكري ما تكونيش تابعة بلا فهم إن أردتي أن تتبعي الله فتعلمي خصائص حبه ليك يعني الكلام ده اللي أنا قلته أنه هذا الإله غير عادل وأنت بلا إرادة وإنك تابع فقط وبيلا فهم ده فيما يخصك أنت كشخص ده فيما يخصني أنا كشخص أو كإنسان اتولدت في هذا المجتمع الإسلامي مش حاضر أقول الحمد الله على نعمة الإسلام أبدا لأنه كان قيدا على رقبتي معرفش لي ألبت لغة عربية فجأة لكن بقى فيما يخص بقية البشر فلو يعني أخذنا أبسط الأمثلة فمثلا إزاي بقية الناس دول حيكون عندهم فرص متعدلة أمام دين لا يفهم إلا بالعربي هيقول لك إزاي الخمد لله على نعمة الإسلام هيقول ها إزاي وهو مش فاهم أنا مش بتري أنا عايزاك تفهم إنه هناك مشاكل كثيرة فيما نسمع بلا فهم طب النهاردة في ترجمات لكن حتى الترجمات بيقولك إنها مش نفس القرآن ولماذا لا يستمتع الإنسان عامة بكلام الله إن كان هذا كلام الله أنت ممنوع إنك تترجم وتقول ده قرآن هو ترجمة بس لأن القرآن بالعربي بس النهاردة في ترجمات وفي انترنت لكن الألاف والملايين البشر اللي سبقوا في العصور الماضية من الأربعتاشر قرن مضت حصل لهم إيه في النهاية أقدر أقول الخلاصة من ده اللي أنا شفته يعني إنه لو كان ميلادك في عائلة مسلمة نعمة فهو لبقية الناس اللي ما عندهمش ظروفك هو نقمة فكر في اللي أنا بقوله هو نقمة على قريبي الإنجليز مثلا إن عمرهم ما سمعا هيحصل لهم إيه لو كان الإسلام حقيقي لكن أنا أعلم إنه مش حقيقي فأنا عارفة إنهم يعني عندهم اختيارات ما قدرش يقوله الحمد لله على نعمة الإسلام لأنهم مش فاهمين خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونشوف إزاي إنه يعني ترديد هذه العبارة ليه تمن المسلم بيث علي شوف كده الشيخ هيقول إيه هذا المسلم في عارفات لما رأى الناس على مد البصر نعم فاضت قلبه بالإيمان وقال اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام نعمة لما حج السنة الثانية سمع هاتفا يقوله يا هذا أصمت ما زلنا منتهينا من كتابة ثواب الكلمة التي قلتها في السنة الماضية عام كامل يكتبونه في الحسنات بهذه الكلمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة طيب مسلم رح عرفات يعني وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وقال لك بقى ايه أنا هو بصس قدامه كده وشوف بقى يعني كأنه يوم الحشر ماشي فقال لك الحمد لله على نعمة الإسلام أنا وقف وين رح بقى يحج السنة اللي بعدها فجي قولها ميقول كدت حقولها فراح الملك وقفه بقى وقال له ايه بلاش لحسن احنا بقلنا سنة بنكتب لك حسنات مش ملحقين يا عم ادينا وجعتنا يعني هل انت انده ممكن تقول مثلا الشيخ ده مخرف هل عندكم علم بكم هذه الخرافات الموجودة في الكتب الإسلامية والتفاسير وال يعني والحكايات والروايات يعني انا مش قادرة يعني مش قادرة اتخيل ازاي شخص يقعد يوعز بكلام زي ده عارفين ليه لانه المسألة كلها عداد بس اولا يعني يقابل كل حاجة هو جاب الكلام ده بنك ما قالش موجود فين ما قالش ما قالكش كتاب ايه ولا طب مين اللي شافهم وهما بيقولولوك يا ده يعني اي كلام لكن الفايدة من ده ان المسلم يعود يردد حاجات مش فاهمها علشان العداد عشان يحسب هتقولها كم مرة فتتحسب لك كم مرة لكن واقعيا وعايزاكوا تنتبهوا للحتة دي جدا انت عايز تحمد الله انك مسلم او مسلمة لانكم مثلا الاسلام هيخلصكم من النار مش حقيقي ده مش حقيقي ابدا الاسلام لا يخلص اتباعه من النار عارفين ليه لانه القرآن ومحمد نفسه قالوا كده وان منكم الا واردها وكان على ربك حتما مقضيا كله حيردها ده يعني ايه يعني مفيش مفر كله داخل يبقى فين النعمة دي بقى خلينا نشوف السلايط ده شايفين بيقولك ايه وقال الامام احمد حدثنا عبدالرحمن عن اسرائيل عن السدى عن مرة عن عبدالله عن ابن مسعود شايفي حضرة الشيخ لما تيجي تقول لنا انت جايب القصة من اين بقى اقول لنا يعني ادينا السند بتاعها عشان نعرف يعني وان منكم الا واردها فقال رسول الله بقى يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها باعمالهم اللي انت عملته هو ده اللي هيخليك بقى تقول الحمد ولله على نعمة بس هتروح النار برضو ما فيش فايد خليني اخد الاخت سالي سلام المسيح اخت سالي سلام المسيح اخت سلام ونعمة حبيبتي الاخت سالي عابرة وايضا هي خادمة معنا في قناة الحياة وانا بشكرك يعني ما عنديش فرصة ان انا اشكر الفريق اللي ورا السطار اللي زيك كده والفريق اللي بتشتغلي معاه بشكركم من كل قلبي على محبتكم وتعبكم في الخدمة والحقيقة انه النقطة الاولانية دي هي كانت على قلبك انت يا سالي فانعملت هالك تفضلي شكرا بكل اشي عم بتأجمل قناة وبأجمل فريق شكرا رب على حقيقة على الرسال اللي دايما عم توصل والنصوص اللي دايما بتسمع الرسالة وبتكون عم تبحث وبتلاقي الاجابات سواء بالبرنامج بالصفحات فنشكر رب المجد للرب وانتو الحقيقة عامل مهم ورائع جدا في العمل ده وليلي بقى انت يعني ناس كتير بتكتب لك الحكاية دي تعود وتتنقش معهم فروح كتبين لك الحمد لله على نعمة الاسلام فتقول لهم ايه بقى مجبوط الحقيقة بهذه الجزئية انا بعتبر لما صخت عم بيكتب الحمد لله على نعمة الاسلام هي جواب اللي ما عنده جواب فبالذبس هو زي لما اشي هم متعلمينه اشي هم حظينه وكعابرة وكحدة كان بالاسلام هذا هو جواب اللي ما عنده جواب انا ما ما بقدر ارد على المنشور الموجود مش عم برد على الحلقة او على الموضوع المطروح فبرح بذت هاي الجمرة الحمد لله على نعمة الاسلام كأنه انا عم بقول للي قدامي انه انا عايش بالنعمة وانت عايش زي ما كنت عند تقولي بالنقم هي لما ما عندي جواب وقال لك الحمد لله على نعمة الاسلام هي نبع فعلا من انك عندك قصور في انك تلاقي رد واحيانا يعني الحقيقة الموضوع ده بيخليني اشفق جدا على اخواتي المسلمين لانه هو ما تعلمش يرد ازاي لانه افقه لم يتسع علشان يشوف فكرة الله الحقيقي سالي قوليلي انت تقدري تقولي ايه عن ازاي ربنا يعني يوسع فكرك وقلبك لانك تفهمي طريقه ويبقى عندك في نفس الوقت يعني تحنن على اخواتك المسلمين انه تقضي وقت تفهميهم ازاي التغيير ده حصل في حياتك بالبداية بقدر يعني ازاوب على السؤال وبنفس الوقت احكي عن جزئية نعمة الاسلام لانه وانا عم بفكر بهاي الازود لما دايما بشوف اخوتنا المسلمين عم بردوا علينا الحمد لله على نعمة الاسلام هذا الشي خلاني افكر انه شو هي النعم اللي هني عم بتحدث عنها لانه انا كمسلم صادقة بعرف شو هي تعليم الاسلام وكشخص اللي عم بيزاوب اخوتنا المسلمين بصير عندك افاق اكبر عن شو هو الاسلام عادت افكر شو هي نعمة الاسلام انت لما انت بتحكيري الحمد لله على نعمة الاسلام انا عم بقول لأخوي المسلم اختي المسلمة انت عم بتورزيني انه الله شخص محابي انت لما بتقول الحمد لله انه انا خلقت بعيلي مسلمة معناته انت عم بتورزيني انه الله اللي انت عم تعبد هو شخص ميزك واعطى نعمة لاشطات واتلبها من اشطات ثانين فهن لما هن بفتخروا بنامك هن بفتخروا بإله محابي بفتخروا بإله مميز بميز لا يمكن نصفه بالعدل ما تقدرش تقولي عادل لا يمكن بالضبط فكأين واحد بيجي بفتلي انه انا الله بحبني اكتر او الله ميز اكتر عشان هيك اعطاني نعمة الانبيعي لمسلمة وكأنه سلبها مني من الاشخاص اللي خلق هنبيعي المش مسلمة وهذا الاشي اللي نشكر الله اللي لقاته بالإيمان المسيح ولقاته بالمسيح انه الله لغات كل فروقات لغات كل موضوع الخلفية اللون العرق الديان البلد شو ما كان اصلك شو ما كنت انت شو ما كان كدراتك الله اعطى نعمة للجميع مقدمة للجميع خلاص لإلما كلياتنا وقبول مجان لإلما كلياتنا والاشي بتطف انه انا ايش اختار انا وين انا بدي اختار مش الموضوع متعلق فيه هو يعني انا مثلا اخلقت بعائلة مسيحية ما له الله يجي خسزني لانه هو سلب مني نعمة انه اخلق بعائلة مسلمة وهذا اللي اخوتنا مسلمين مش قادرين يدركوه انه الله الحقيقي لما بده يقدم عطية صالحة وبده يقدم خلاص راح يقدم للجميع الشح يميز شخص عن شخص والحقيقة انه اللي حضرتك بتقوليه ده هو نفس الفكرة اللي ربنا كان يعني حطيتها في قلبي جدا بس عارف الجزء التاني الواضح جدا انه لما المسلم يؤمن بانه الله قدر عليه كل شيء زي ما بيقول القرآن وزي ما بيقول الحديث والسنة هو مسح على ظهر آدم وقال دول النار ومسح ناحية تاني وقالك دور للجنة فهو قدر عليه كل شيء فهيعمل ايه فكيف يعني تقف امام المرآة كده وتقول الحمد لله على نعمة هذا الاله اللي قدر علي اني اكون انسان خاطئ او اني اكون انسان شرير لانك اخطأت او احسنت فهو من قدر عليك يعني برجو انه النهار ده تكون انارة لازهان وعقول وقلوب اخوتنا امين حتى لما نيجي مثلا نسأل انه طب شو نعمة الاسلام دايما حضرتك ذكرتي ما في جواب لان حيثا ما في شير يذكر اللي يقال عنه نعمة خقيقية وعد عن هايك لما مثلا هل الاسلام عم بدمن للك الخلاص هل انت بالإيمان طبعك او بالاسلام تدمن لنفسك الجنة لو انا جيت سألتك هل انت مصيرك الجنة رح يكون الله اعلم الله اعلم ومحمد لم يعني محمد نفسه قالك الله اعلم وابو بكر ولكثير كلهم قالوا كده الله وعا والنهاردة لما تسألي اهالينا ويقولك الله للأسف مجدوث نعم لكن هذا النعمة اللي انا لا أثر شخص المسيح انه انا ضامن خلاص الابدي انا ضامن الحياة الابدية وقبل الحلقة كنت عم بتفرج على على صفحات الفيس بوك كان فيه منشور اللي هو عن عذاب القبر انه انت تفرج على هذا الاشي حتى ستوب عشان يكون في لك فرصة للتوبة بس انا بقول يا الله كيف كان هذا الاشي اثر علي زمان انه انا لما كنت اشوف بسيديوهات والاشياء اللي بتتحدث عن العذاب بتأثر فيي ونصير انبي هيك انا خايفة لكن بالإيمان بالمسيح انتذع مني انا مش عايش بالخاف لأ بل انا عايش بالمحبة عايش بالإدراك عايش بالثقة انه انا الي حياة بدي بشخص المسيح نفس لانه هذا شي ما بتعلق فيي انا كثالة بتعلق بشخص المسيح وبكلمة بوعده الكافة المجد للرب لأيلي ولعائلتي وانا يعني فعلا على قلبي وانتي بتتكلمي اني اصلي من اجلك ومن اجل عائلتك واشكر الرب من اجلك ومن اجل فريقنا كله اللي بيشتغل خلف الكاميرات لكن خليني صلي معك يا سالي ربنا بشكرك من اجل النعمة المعطاء من من اجل محبتك انت يا رب ومن غير اي صلاح فينا ولكن بشكرك انه نعمتك اختارت اختي وعيلتها وانه نعمتك ميزتها في اسم يسوع لانها عرفت من احبها واختارت ان تتبعه يا رب بشكرك لانه وعودك في حياتهم سبتة وكملة وتحقق في كل اتجاه وكل احتياج في حياتهم يا رب نمو في العيلة يا رب نمو في الخدمة رب نمو في القلب والحياة معاك في اسم يسوع وارفع امامك فرقنا كل من يعمل خلف الكاميرات من الرجال والنساء الله المكرسين امامك يا رب بشكرك من اجلهم باركهم عضدهم اغضق عليهم يا رب من روحك في اسم يسوع المسيح وصلي امين امين يا حبيبتي بشكرك يا ثالي نورتي البرنامج النهار شكرا حبيبتي شكرا شكرا ويباركك باي طيب خليني اكمل الفكرة في يعني حاولت الاقي بعض الفيديوهات المنوعة فهتلاقي في شيوخ بيتكلموا عن ايه الحمد لله على نعمة الاسلام وفي ناس يعني دارسين للإسلام واحد دكتور مثلا هتلاقي فيه ناس بيتكلموا عامة بيتكلموا عن ايه نعمة الاسلام لكن اخترت لكم كده مقتطفات عشان نشوفوا احنا عايشين في ايه اهلينا بيفكروا ازاي خلينا نكمل الفيديو اللي جاي ده مع الشيخ اللي بيقولك يعني هو قد ايه نعمة الاسلام دي يعني فيها يعني نعم كثيرة جدا احنا مشو خدين بالنا بالحق شوف كده الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعم نعم ايه والاخ بعد ما تصلي والحمد لله على نعمة الاسلام بعد ما تتوضى تتوضى وتغسل وجهك وتنزل الذنوب من عينيك وتمسح اذنيك فتنزل ذنوب الاذنين وتمسح رأسك فيذهب ذنوبه وكل ما كنت فكروا فيه تغسل يديك يذهب ذنوب اليدين والرجلين تذهب ذنوب الرجلين هاتنا اخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عظمة الاسلام شيء عظيم جدا شوف العظمة الوضوء ينزل ذنوب الواجه والايدين والرجلين والأذن والفم والمنخير وكل ده طب يعني عارفين الليلة كبيرة ودي وصفة سهلة وخالص ووصفة هيلة خالص طب ما انا اسهل من كده ايه هل زنوب الانسان يعني فعلا زنوبك قعدة فودانك ولا في ايديك ولا في رجليك المثل انه كل حاجة فينا ممكن لو استخدمت في الطريق الغلط او في الخطيئة يعني النتيجة انه الانسان اخطأ مش عينك اللي اخطأت ولا يعني المسيح حتى لما قال اذا نظرت للمرأة فاشتهتها فانت كده زنيت او كان بيتكلم على الرجل والست عموما انه النظر لوحده الفكرة بس هي اللي ممكن تجيب خطيئة في حياتك لو انت فتحت الباب لكن عشان اخرجها اتوب ولا اروح استحمى يعني ازاي طيب يعني ازاي ده منطق واشوف بقى عظمة الاسلام اصل بقى ايه هو ادالك يعني حسنات صغيرة قوي لما تغسل وشك فزنوب الوجه طب وجهك بي 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 بيخطئ ازاي ازاي وجهك بيزنب طب ايدين ممكن رجلين ممكن ازاي طب يعني ازاي ده منطق لانه كده بيحطوا كل حاجة على القشور الخارجية حاجة زي السحر كده قول كلمتين استحمى رش شوية مية اعمل كده تلات مرات هنا خمس مرات هنا يعني ايه ايه الدليل على الكلام ده ايه التغيير الحقيقي والواقعي في حياتك اللي تقدر تقول ان انا حياتي اتغيرت بسبب ان الزنوب اللي في اوداني اتغسلت لما انا غسلت اوداني تلات مرات كده عارفين في قلبه اتغلناها عن عن الايمان العامل فينا ازاي الايمان بالمسيح بيغيرك كل يوم ازاي الحياة مع المسيح بتغيرك كل يوم خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده انت بتصلي صح بتتوضي خمس مرات صح خلص ما فيش فيروس كورونا ايه اللغز ده لا مش لغز ولا حاجة هم الصين وهم انظمة الصحة العالمية اوسط بان دائما يكون الحل والفم والانف راطبين فيروس كورونا لو انت اصبت بيه لقدر الله عفو الله الجميع اي حد يصب بيه لو وجد ان الفم جاف هيقدر ان هو يوصل الى الجهاز التنفسي لو وجد ان الانف جاف هيقدر يوصل الى الجهاز التنفسي وبالتالي انت حضرتك بتتوضي وبتصلي بتتمضمض وتستنشق خمس مرات في اليوم استحالة هيجيلك فيروس كورونا الفيديو ده محدود تحت عنوان الحمد لله على نعمة الاسلام واحد تاني بيبيع فكرة او فكرة ان الاسلام اختراعات او في الاسلام اختراعات سبقة العصر او اعجاز او تخريف تخريف ليس لها اي معنى هو في حد بيراجع ورى الناس دي يعني عايزة افهم يعني اما اقولك انه انت اكتشفوا ان الفيروس ده مش هيعيش لو انت فمك راتب طب يعني انا اعرف ناس ما بيمشوش في اي حتة من غير ازاست مياه في ايديهم ايه لازم يتوضوا يعني مش لازم طب الناس اللي بتتوضى وتصلي تتوضى مرة الصبح وتصلي طول النهار بوضوء واحد او اتنين هيحصل ايه بقى في وسط الوضوئين هيبقوا مش في امان من غير كورونا ما قلت لهمش انهم لازم يتوضوا كل صلة بقى انت عايز تلزق اي حاجة في الاسلام وخلاص عشان تقول الحمد لله انه في اولا تخريف غير عادي يعني علميا وده مكتوب انه اسمه الدكتور اسامح جازي انا يعني اي كلية طب خرجت هذا الشخص اللي واقف بيفتي فتاوي طبية يعني اي حد يدخل على الانترنت مش هيلاقي ان الكلام ده ما كان ده كان كل واحد قاعد في برميل مياه بقى بدل ما يديهم كمامات قاعدوا بقى في برميل مياه ليل ونهار عشان كده او رشاش في ايدي ورش طول النهار طبعا يعني يعني لازم نسأل انفسنا ازاي ده في اي نعمة من النعم هو في نعمة واحدة بس يعني انه انه نعمة العقل غير المستخدم بس احب اسأل الدكتور ده ايه رأيك مثلا في التيامم ينفع برضو طب اما اذا الناس اللي ما عندهمش مية مش التيامم برضو يبقى هو الوسيلة الوحيدة بالتراب بقى بالمايكروباد والمسح على الخفين والارض اللي احنا اللي بيمشي عليها الحيوانات ويتبول ويتبرز والكلام ده كل وتقوله تيامم مص التراب نظيف ايه رأيك في الموضوع ده برضو يمنع الكورونا خرافات وخلاص خليني نشوف الفيديو اللي بعد كده ويريد تفتح لي الصوت علشان اعايز اعلق على الفيديو ده بليز والنقاب اللي شن عريح يعني حرب للصبح وحكم قضاء واق الاخره والحكاية والرواية وتخلف لطلب منتجات الدكتور اسامة حجازي مش عايز اقولك يعني لو لا الاحراج لا اوصد به منظمة الصحة العالمية للرجال والنساء اخيل لان الماسك ده الكمامة ده هو ده نقاب تروح الصين دلوقتي تلاقي كلهم لابسين ماسك امريكا 80% فيهم لابسين ماسك الامارات تقريبا 100% كلهم لابسين ماسك اللي هو زياني بول حربتك النقاب ولكن لو لا الاحراج ولو لا الدخول في منوشات طائفية لا اوصد به منظمة الصحة العالمية هي طبعا غلطة المسيحيين عشان المسيحيين هم اللي مخليين منظمة الصحة العالمية مت متقولش انه كل الناس تزين تلبس النقاب رجالة وستات يعني ده دكتور ولا ايه بالزبط هو دكتور بيبيع حاجة بس عايز اقول لكم حاجة هذا الدكتور على قناة اسلامية له برنامج بشهور على قناة اسلامية هو مش بيبيع المنتجات بتاعته فقط ولكن هو بيبيع منتج الاسلام الاسلام لكل عصر اي حاجة اي حاجة علشان ايه نقدر نقول الحمد لله على نعمة الاسلام بص او اسمي بس يعني هو في مصر بيعلمه طب غير العالم كله لا بالعكس ولكن يعني من احسن الاطباء في العالم اطباء مصريين بس ده متعلمش نفس الحكاية ده تلاقيه مثلا طلع من ازهر ولا حاجة ازي كده وحتى ان لم يكن فالفكر الاسلامي غير ذهنه في الحتة اللي بعد كده بيتكلم على وصفة اعشاب تاخد معلقة عسل على معلقة كوركوم على حبة البركة على مش عارف ايه وتاخد منها معلقة كبيرة وللعيال معلقة صغيرة طب لو حد عنده حساسية طب لا هو بدي حاجات عامة كده بس ايه علشان يربطها بالاسلام يقولك الحمد اللي على نعمة الاسلام قصر الرسول التكلم على حبة البركة ارجع تاني الفكرة تغطية الوجه وانه النقاب ده دفاعا عن النقاب وانه مادام ربنا قال كده مع انه مفيش حد من المسلمين بيقولنه ربنا قال كده خالص ولكن هو يعني اي حاجة شبهها اسلامي حنحط عليها علامة صح النقاب مش زي المسك الطبي وإلا ما كانتش الدنيا قامت وقعدت على الممرضات والدكاترة اللي النقاب بتاعهم بيبقى مليان جراثيم وملوس بيمرضوا المرضى اكتر فمنعوهم يعملوا كده المسك الطبي ده معمول من مادة مخصصة لله وبيتعمل ويترمي مش هلبسه وحطه واشيله والبسه هو هو مش كل حد بيخسل النقاب على فكرة يعني اين هي نعم الاسلام هنا هل انت ضمنت اخرتك لا محدش ضامن الجنة ولا حتى محمد كان ضامن الجنة في الكثير مما يمكن ان انا اقوله النهاردة عن ان الاسلام لم ينعم عليكم ولكنه نقمة من الشرير علشان يختطفكم من حضن القاب الحقيقي المسلمين محصورين في دوائر العمل وترديد العبارات غير المفهومة وصلوات غير مفهومة علشان يبقوا في اطار الاعتماد على انفسهم واعمالهم وقوتهم وفي النهاية بلا ضمان ما هو اسهل حاجة للانسان انه يعتمد على دراعه فانا عارفة انا لو عاد تقول الحمد لله الحمد لله تمانين مرة هاخد منها هاخد فيها تمنميت حسنة يعني اهو قديني بتقل الميزان شوي لكن في النهاية كله يعتمد عليك انت مش على محبة الله اما النعمة الحقيقية بقى اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس فهي معطا ومفعلة من الله نفسه اكي محبة الله ابتدتها وجوده معاكم بيكملها ترتيبه هو لطريق الخلاص بنفسه دي كلية فالبداية في النعمة المعتادة انه ربنا خلقك علشان بيحبك واعطاك حياة وعندما اخطأ ادم واحنا بالتبعية دخلت فينا هذه الخطيئة محبته وجدت لنا الطريق ومحبته جعلته انه هو نفسه من يقوم بعمل الفداء علشان يخلصك انت ويقول لك الطريق مفتوح والباب مفتوح لك طريق الخلاص مفتوح عن طريق المسيح وفقط خلينا نشوف كده الكتاب المقدس دي كلامحة عن مفهوم النعمة في الكتاب المقدس في يعني ملامح كثيرة لمفهوم النعمة في الكتاب المقدس لكن الحقيقة عايز اركز على نقطة الخلاص فالكتاب بيقول كده لان النموس في سفر يوحنى بيقول انه النموس بموسى اعطى اما النعمة والحق في بيسوع المسيح صار عايز اقولكو حاجة شخصية جدا بالنسبة لي بداية قرأتي في كتاب او انجيل يوحنى الاصحاح الاول اللي في الاية دي انا وقفت جدا عند الاية دي لاني ما كنتش فاهمة يعني نعمة انا فهم النعمة بالمفهوم البشري الاسلامي نعمة الاكل نعمة الشرب نعمة الحاجات الرزق اللي ربنا بيديهولنا العيش نعمة الصحة نعمة المفاهيم البسيطة للانسان العادي غير الدارس الاسلاميات لكن وقفت وقلت يعني ايه المسيح اعطى نعمة وفهمت بعد كده انه من خلال المسيح فقط من خلال مجيء على الارض واختيار الله انه انه هو اللي يقوم بهذا الخلاص بنفسه هو اعطى مجانا العمل اللي عمل مجانا للكل فداء لنا على الصليب معطى مجانا للكل زي ما قلت انت كل اللي عليك انك تمدي ايدك وتاخد وتفتح الباب وتقول ربنا عايز تعال النعمة والحق بيسوع المسيح الله نفسه النقطة التانية الكتاب زي ما بيقول كده لانه ان كان بخطية الواحد الواحد بس دخلت بيه الخطية ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينملكون فايدة النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح خطية آدم دخلت لنا الشر كل واحنا اخترنا نمشي على فكرة في طريق الشر احنا اخترنا اننا نفضل الشر على محبة الله ولكن مجيء يسوع المسيح فتح لنا الباب انه بيه لوحده زي ما الواحد من خلال آدم دخل الخطية الواحد يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد هو اللي من خلاله ناخد الخلاص ولكن ايضا نختار اننا ناخد الخلاص النقطة الثالثة اللي عايزة احط فيها اللمحة المهمة جدا والمقرنة الهمة في موضوع النعمة بالمسيح انه بيقول كده الكتاب في عمية 6 بيقول فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة وإلا فالعمل لا يكون بعد عمل هنا الكتاب مش بيقول لنا انه عملك مش مهم لأ عندما يكون العمل اللي بتعمله في حياتك هو ثمر الإيمان بالمسيح زي ما قلتلكم كده الإيمان العامل اللي بيغيرك والإيمان المعتمد على عمل الله فيك المعتمد على عمل الله فيك لكن لو قلت انها اعتمد على أعمالي أعمالك كده زي ما الكتاب بيقول كلها ولا حاجة انت وأعمالك بخار النهاردة موجوده بكرة يروح لكن ان كانت أعمالك مركزها المسيح مصدرها المسيح هدفها المسيح فأنت شخص عايش من أجل المسيح وأنت شخص يعتمد على محبة الله فاكرين احنا قلنا ايه انه في الأول بيقولك انه يعني محمد قال الحديث ده اللي يقولك ان كل إلا واردها فالناس يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم من يعني من أقصى أكاذيب الشيطان انه يقولك ان عملك يقدر يوقفك على رجلك لوحدك أنت لا تستطيع أن تقف أمام الله بأعمالك لأنه مهما عملت ما تقدرش ترد اللي المسيح عمله أو تقدر تدفع من خطيتك عشان كده النهار ده بدعوكم عايز أقول انه كل واحد منكم النهار ده اللي يقبل المسيح فأنت نلت الغفران والأبدية بالنعمة وليس بالأعمال بصلي ان النهار ده تكون صلاتكم لقبول اله النعمة الحقيقي يسوع المسيح الفادي فتشكره وتقول انا بشكرك يا رب على نعمة الخلاص المجاني ومحبة الله الأبدية بشكرك على نعمة محبتك مش نعمة الإسلام مفيش الحمد لله على نعمة الإسلام قوله بشكرك يا رب من كل قلبي على نعمة محبتك اللي تعطيني حياة ورحمتك وعدلك اللي دفع التمن وأعطاني حياة كل من قبل المسيح اليوم أنت ابن الله والله عايز يعطيك حياة جديدة لكن الإيمان اللي انت عملت به الخطوة دي النهار ده يجب انه يكون مثمر اتصلوا بينا وفرحونا بالأخبار السرة دي وإحنا نساعدكم في اسم يسوع المسيح بشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر